مخيم جباليا أو كما يحب سكانه تسميته بمخيم الصمود تدور فيه معارق ضارية بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي هو أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ويقع شمالي القطاع أسس عام 1948 قرب قرية جباليا حينها ويبلغ عدد سكانه أكثر من 116 ألف لاجئ وفق إحصائيات وكالة الأنروا يعيشون ضمن مساحة تبلغ كيلو مترا واحدا وأربعمائة متر مربع فقط ورغم زعم قوات الاحتلال السيطرة العملياتية على جباليا ومخيمها إلا أن الاشتباكات وتصد المقاومين للتقدم متواصلة على المحاور الغربية والشمالية والشرقية من المخيم شرقا حيث تحاول دبابات الاحتلال التقدم عبرها مع انتشار القناصة على أسطح المباني المحيطة كذلك تتقدم مدرعات الاحتلال من الاتجاه الغربي للمخيم واستقصف عنيف يستهدف محيطه ووسطه كذلك بينما أكدت مصادر للعربي عدم تحقيق الاحتلال أي تقدم في عمق المخيم في وقت ارتكبت فيه قوات الاحتلال عدة مجازر في المخيم حيث أبادت أحياء بكاملها منها أحياء الفالوجة والقصاصيب والابلق رقم 2 وسط المخيم مع تدمير كامل لمراكز ومدارس وكالة الأنروا مقيعة للآلاف بين شهيد وجريح